شكرا شكرا يا صفية جزاك الله خيرا أنا سأهتم بالأمر مع السلامة بنان بنان نعم يا أمي كنت أريد أن أسألك لماذا لم تأتي عائشة لزيارتنا كما كان الاتفاق لا أعلم لا أعلم يا أمي هل حدث شيء بينكما؟ لا لا لم يحدث شيء حسنا إن تذكرتي شيء أرجو أن تخبريني به والآن تعالي سأحكي لك قصة قصة؟ أنا أحب أن أستمع إلى قصة سكية أمي نعم سنحكي قصة الثلاثة الناجينة بالصدق يبدو من اسم القصة أنها شيقة ومثيرة إنها قصة يا بنان توضح لنا أن الله هو التواب الرحيم التواب؟ ما معنى التواب يا أمي؟ التواب هو اسم من أسماء الله الحسنة فالعبد عندما يرتكب معصية ويشعر بالذنب لارتكابه هذا الفعل القبيح يرجع إلى الله ويتوب إليه ويستغفره وإن شاء الله يقبل الله توبته ولو أذنى بالعبد يا أمي ألف مرة؟ ولو أذنى بالعبد ألف مرة يا بنان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخطائين التوابين فأحديانا نخطئ لكن خير الناس من يخطئ ثم يرجع عن خطأه ويتوب ولكن كيف نتوب من الذنب يا أمي؟ وهل يقبل الله التوبة في كل مرة؟ للتوبة شروط يا بنان أولها أن تندمي على الذنب وتقلعي عنه وتنوي أن لا تعودي أبدا لهذا الفعل القبيح مرة ثانية ولو عدت مرة ثانية بدون قصد ماذا أفعل يا أمي؟ تتوب مرة ثانية فالله هو التواب يا له من اسم جميل يا أمي والآن تعالي سأحكي لك قصة الصحابة الذين أخطأوا ثم تابوا فتاب الله عليهم كان يا مكان ولا يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام وصلت إلى النبي أنباء أن الروم يستعدون للهجوم على المسلمين فبدأ النبي بتجهيز الجيش لملاقاتهم وسمي هذا الجيش بجيش العسرة جيش العسرة؟ لماذا سموه بهذا الإسم يا أمي؟ لأن الوقت كان وقت قحت وجدب قل فيه الطعام واشتد فيه الحر ولم يكن مع النبي المال الكافي لتجهيز الجيش فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ طلب النبي من أصحابه أن يتبرعوا وينفقوا في سبيل الله حتى يجهزوا الجيش ويخرجوا لمغلقات الروم وبدأ المسلمون يستعدون للخروج مع الجيش يعدوا الدبة والسلاح والطعام أما المنافقون فبدأوا أيضا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار واهية وكاذبة حتى لا يخرجوا معه أعذار واهية وكاذبة؟ نعم يا بنان أخذوا يختلقوا الأكاذيب حتى يقعدوا في المدينة ولا يخرجوا مع الجيش وبالفعل خرج الجيش ولم يتبقى في المدينة إلا الأطفال والنساء والضعفاء والمنافقين وثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة؟ من هم هؤلاء الثلاثة؟ ولماذا لم يخرجوا مع الجيش؟ هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال ومرارة وكانوا من الصحابة المشهود لهم بالخير وكانت هذه أول مرة لهم يتخلف عن الجهاد بدون سبب وماذا فعل معهم النبي عندما رجع من الغزوة؟ رجع النبي من غزوة تبوك يا بنان وتوجه إلى المسجد وهنا بدأ المنافقون يتوفدون على النبي ويعتذرون بأسباب كاذبة ليبرروا عدم خروجهم وجاء كعب بن مالك أحد الثلاثة وسأله النبي لماذا لم تخرج يا كعب مع الجيش؟ وهنا ما كان من سيدنا كعب إلا أنه قال الصدق وقال للنبي أنه ليس لديه عذر يعتذر به عن الخروج وحزين لعدم خروجه وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك أمره لقد أحسن سيدنا كعب لأنه قال الصدق ولم يقل الصدق مثل سيدنا كعب إلا هلال بن أمية ومرار بن الربيع قالوا مثل ما قال كعب قالوا الصدق وهنا أمر النبي المسلمين أن لا يكلم هؤلاء الثلاثة ولا كلمة ولا كلمة؟ وهل أطاع المسلمون أوامر النبي يا أمي؟ طبعا يا بنان أطاعوا ومكث سيدنا كعب والإثنان الآخران خمسين يوما لا يكلمهم أحد في المدينة حتى أنزل الله قرآنا يخبر فيه بقبول توبتهم فهم قالوا الصدق وندموا على فعلتهم الحمد لله الذي قبل توبتهم والمنافقون يا أمي ماذا عنهم؟ المنافقون لم يتوبوا ولم يعترفوا بذنبهم بل كذبوا على النبي واختلقوا الأكاذيب فسوف يعاقبهم الله في الدنيا والآخرة الآن فهمت فالعبد يمكن له أن يقع في الذنب ولكن عليه أن يتوب منه أحسنت يا بنان ها ألن تقولي لي ماذا حدث بينك وبين عائشة؟ يبتو يا أمي أنني محتاج أن أتوب إلى الله التواب لقد أخطأت في حق عائشة ونهرتها أسأل الله يا بنان أن يغفر لك يا حبيبتي ويتوب عليك ولا تنسي أن تتصل بعائشة وتعتذري له جزاك الله خيرا يا أمي سأفعل إن شاء الله أما الآن أصدقائنا الأعزاء نترككم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته